منتخب ضعيف على كل الأسعادة بدليل أنه تاريخية سيعطينا الزملاء طبعا إحصائية اللي كانت في المواجهات بين المنتخب الجزائري ومنتخب تنزانيا فزنا لهم بسبعة أيضا وحتى ما جال فزع لهم كل الانتخبات بالأربعة تقريبا مثل ما نتابع شكرا للزملاء مثل ما تتابع هذه بين تنزانيا والجزائر في تسع مباريات الفوز واحدة فقط لتنزانيا خمسة لجزائر الأهدف عشر 23 هدف بالنسبة للجزائر على كل الأسعادة نحن أفضل منهم تاريخيا حاليا تقريبا نفس السيناريو نفس الصورة لا تنسى المقابلة الأخيرتين داروا معك ثنين ثنين وكنت خسر معهم ثنين سيفر لبلادهم طبعا هذك 2015 بهدفين هذا خارج ديار 2015 في تنزانيا 2-2 شكرا للزملاء طبعا هدفين مثلهم 2015 آخر مباراة 2018 4-1 للجزائر وقبل ذلك تنزانيا 2011 تنزانيا جزائر 1-1 فازنع لهم 2015 أيضا بالسبعة جماعة منتخب متواضع جدا سنتحدث عن منتخب كما قال لك محمد يعني ما عادا نظن واحد ولا فنين فرديات ما عندوش لاعبين يعني اللي لعبو في حتى تشوف يعني تشكيلة تحهم لاعبين اللي لعبو في فرق إفريقيا صحيح ولو يعني كيتوف ضيد كينيا فلا فيزيونومي ديومات سياو يعني زوني سياو ولكن في اللعب تفوق عليهم المنتخب الكيني صحيح نظن أنا المنتخب التنزاني ولكن كان فرصة العمر صحيح حتى الأهداف نشوفوا لو تشوف أنه سليماني اعتقد هو صاحب أكثر تهديفا أمام التنزانيا بالأربعة لا سليماني سجل معهم في بليد أفضل سجل ثنين سجل ثنين سجل هدفين وسجل أيضا بعد ذلك ليس لأحبوب معهم ديي كونتراكتي صان أت دي كونتراكتي صحيح بها شكرا